السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائكم ورحمة الله وبركاته يا رب ده من تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله ناخد درسي الثاني في الهندسة لسنة أولى سنة والترمي الأولاني ولذلك عزيزي المشاهد ورقتك وقلب جو بايت الشاي بتاعتك نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع الدرس الثاني في الهندسة يا جماعة اللي هو تشابه المسلسات أي وهو نفس الدرس اللي احنا خدناه في تاني إعدادي وذينا بنعيده تاني في أولى سنوات يلا باسم الله الرحمن الرحيم عندنا تلت حالات لإثبات تشابه مسلسين نبدأ في أول حالة منهم وهي عبارة عن مسلمة بتقول إيه إذا تطابقت زاويتين في مسلس نظيرتي هما في مسلس آخر كان المسلسان متشابهان يعني علشان خاطر يبقى المسلسين متشابهين أنا مش محتاج أعرف إلا إن أنا عندي زاويتين قد بعض يعني مثلا في المسلس آلف به جيم دوتو المسلس سين صاد عين ده لو تلاقيت إن زاوية آلف قد زاوية سين مثلا وزاوية جيم قد زاوية عين يبقى المسلسين دول متشابهين على طول يجي لي واحد يقول لي طب لي يا مستر ما قلتش تلت زاوية قد تلت زاوية شمعنا زاويتين بس كفاية هقولك ليه لإن أنت أصلا لو عندك زاويتين قد زاويتين أوتوماتيك على طول الزاوية الثالثة هتبقى قد الزاوية الثالثة فأنت مش محتاج أصلا تثبت الزاوية الثالثة لو عندك زاويتين اتنين يبقى كده خلصانة يا معلم والمسلسين متشابهين على طول يبقى الحالة الأولى من حالات تشابه المسلسات إن أنا لازم يكون عندي زاويتين أدي زاويتين فأروح أيل كده بما أن قياس زاوية ألف يساوي قياس زاوية سين وقياس زاوية جيم بيساوي قياس زاوية عين إذن المسلس ألف به جيم يشابه المسلس ولازم أكون حريص إن أنا أرتب رؤوس المسلسين عشان خاطر بعد كده لما أعمل التناسب ما تلغبطش في الأضلاع يعني أنا عندي ألف أدي سين يبقى قصاد الألف أحط السين يعني ألف هنا في الأول يبقى السين هنا في الأول بعد كده زاوية به اللي أصادها هي زاوية صاد بعد كده أجيب أصادها زاوية عين طب تعال نأخذ مثال بقى على طول عشان خاطر الدنيا حر بيقولك هنا في الشكل المقابل دال ههواو مسلس فين دال ههواو ده الكبير اللي بره وقياس زاوية واو اللي هي الزاوية دي أد قياس زاوية دال سين صاد اللي هي الزاوية دي حتى فيه علمتين زي بعضهم ويقولك إن دال سين اللي هو ده أد صاد واو ده بتلاتة سنطي ودال صاد بخمسة سنطي أفهم من كده إن دال واو كله من أوله الأخر عبارة عن تمانية سنطي تلاتة وخمسة يبقى تمانية بيقولك بقى إيه أثبت أن المسلس دال ههواو يشابه المسلس دال صاد سين أنا محتاج أعرف إيه زاويتين قد بعض بسم الله الرحمن الرحيم هو مديك زاوية أدي زاوية كده على الجاهز يا معلم وهتلاحظ برضو إن زاوية دال اللي هيت زاوية مشتركة ما بين المسلسين يبقى أنا كده عندي زاويتين يبقى على طول المسلسين متشابهين أكتبها إزاي بقى فيه البرهان تعال نسوف نقول كده البرهان بما أن قياس زاوية وو تساوي قياس زاوية دال سين صاد زي ما هم الدهاني في المعطيات وكمان زاوية دال مشتركة بين المسلسين دال ههواو ودال صاد سين يبقى إزا المسلس دال ههواو ويشابه المسلس دال صاد سين بس كده أمعلم هتطلع لزاويتين قد زاويتين يبقى المسلسين متشابهين بما أن أنا بقى خلاص أثبت التشابه أقدر أستنتج التناسب بتاع الحصة اللي فاتت فروح أقيل كده إزا شرطة كسر تساوي شرطة كسر تساوي شرطة كسر واكتب الأضلاع المتنظرة أبدأ بالترتيب كده دال هه على دال صاد بعد كده ههواو على صاد سين بعد كده دال واو على دال سين وشيل بقى كل ضلع وحط الطول بتاعه دال هه ما عرفهوش أسيبه زي ما هو دال هه على دال صاد بخمسة سنتي ههواو ما عرفهوش أسيبها زي ما هي ههواو على صاد سين برضو معرفهوش أسيبها زي ما هي صاد سين دال واو بتمانية سنتي ودال سين بتلاتة سنتي كده يبقى أنا أقدر أحسب دال هه اللي هو هيوساوي شرطة كسر هعمل مقص طبعا كده وهضرب خمسة في تمانية وأقسم على التلاتة قادي خمسة في تمانية وأقسم على التلاتة هتلاقي بيوساوي أربعين على التلاتة سنتيمتر كده يبقى أنا جبت أنهي كده أنا جبت طول دال هه الضرع ده كده من أوله لآخره وأنا عندي دال سين بتلاتة سنتي هو عاوز مين بقى؟ هو عاوز سين هه اللي هي من أول هنا لغاية هنا يبقى أنا هنقص من أربعين على التلاتة التلاتة سنتي هيتبقى عندي طول سين هه اللي أنا عاوز أحسبه يبقى إذن سين هه اللي أنا عاوز أعرف طوله هيوساوي أربعين على التلاتة ناقص تلاتة هيوساوي واحد وتلاتين على التلاتة اللي هو بيوساوي تقريبا عشرة وتلاتة وتلاتين من مية سنتيمتر قش على البعض عندنا بقى ناتجتين على المسلمة اللي إحنا ليستخدنا من شوية اللي يتعتبر الحالة الأولى من حالات تشابه المسلسين أول نتيجة منهم بتقولك إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مسلس ويقطع الضلعين الآخرين أو المستقيمان الحاملين لهما فإن المسلس الناتج يشابه المسلس الأصلي يعني إيه بقى الكلام دوت بص مثلا على المسلس ألف بهجيم ده لو أنا رسمت مستقيم بالشكل ده كده يوازي الضلع بهجيم وتعالى مثلا نسمي دية دال ودية هه بص كده على المسلس ألف دال هه الصغير اللي فوق ده هتلاحظ إيه؟ مش أنت عندك توازي آه أدام عندك توازي يبقى أنت عندك إما تبادل إما تناظر إما تداخل شغل إعدادي أنا عندي هنا إيه؟ أنا عندي زاوية ألف دال هه اللي الزاوية دي بتساوي زاوية به بالتناظر هما اللي اتنين عاملين حرف الف بالشكل ده كده نفس الكلام برضو النحة التانية هتلاقي إن زاوية ألف هه دال قدي زاوية جيم برضو بالتناظر كده بقى عندي مسلسين اللي هما المسلس ألف به جيم الكبير والمسلس ألف دال هه اللي المستقيم اللي أنا رسمته عمله هما اللي اتنين فيهم زاويتين بيوسى وزاويتين يبقى على طول أقدر أستنتج من كده إن المسلسين دول مسلسين متشابهين ونفس الكلام برضو هيحصل لو عملت مستقيم بيوازي ضلع تاني زي الضلع ألف به بالشكل ده إلا هيحصل إن أنا هيبقى عندي زاوية ألف بتساوي الزاوية اللي هنا ولتاكم مثلا هه دال جيم وعندي زاوية جيم زاوية مشتركة يبقى المسلسين اللي هما ألف به جيم الكبير والمسلس دال هه جيم اللي أنا عملته دوت هما اللي اتنين برضو متشابهين طب قدر بقى روح تراسم مستقيم هنا بالشكل ده كده يوازي الضلع بهجيم كده بعيد عن المسلس هتقول لي إيه ده يا مستر ده فين كده المسلس اللي انت عملته بالمستقيم دوت هقول لك لأ ما انت بص كده معي على النتيجة كانت بتقول إيه؟ كانت بتقول أو المستقيمان الحاملين لهم يعني إيه الكلام ده يعني أنا لو طولت الضلع ده بالشكل ده كده وطولت كمان الضلع ده بالشكل ده كده وخلينا مثلا نسمي ديه دال وديه هه وكده بقى عندي المسلس ألف دال هه بالشكل اللي انت شايفو دوت ما لقى المسلس ألف دال هه دوت هتلاحظ ان انت عندك زاوية دال بتساوي زاوية جيم بالتبادل بيعملوا حرف الزد وكمان عندك الزاوية دي قدي الزاوية ديت بالتقابل بالرأس ما انت عندك زاويتين هما اللي اتنين عاملين حرف اكس اول ما تشوف حرف الاكس اعرف ان انت عندك تقابل بالرأس يعني في زاويتين قصاد بعض بيساويوا بعض وكده بقى عندي مسلسين فيهم زاويتين متساويتين يبقى المسلسين دول متشابهين كيفاء بقى راغي في الحتة ديت وتعالى نخش على المسائل على طول عشان خاطر الدنيا المثال ده بيقولك ايه داله بيوازي بهجيم يبقى قدر استنتج من كده ان المثلث الف داله اللي هو اللي فوق دوت الصغير يشابه المثلث الف بهجيم اللي هو الكبير تعالى نكتب الكلمتين دول اكيد هنحتاجهم كمان شوية ادي البرهان وقول كده بما ان داله يوازي بهجيم اذا المثلث الف داله يشابه المثلث الف بهجيم ويبقى انا كده يا معلم خلاص خلصت المطلوب الاولاني ولسه بسم الله الرحمن الرحيم ما عملناش اي حاجة في السؤال شفت الدنيا بسيطة ازاي اول ما تلاقي عندك مثلث وعندك مستقيم بيوازي ضلع من اضلاع المثلث اعرف ان انت عندك على طول مثلثين متشابهين مش محتاج ان انت ترك وتتكلم فيها كتير هم كلمتين ورد غطاهم في البرهان بما ان الضلع ده بيوازي المستقيم ده يبقى عندك مثلثين متشابهين على طول وش بدون رغي ولف ودورون ولت وعجن في الكلام عاوز ايه تاني عاوز يحسب قيمة سين يا السلم سين ديات عبارة عن طول اضلاع في المثلثين طب انا عندي المثلثين متشابهين يبقى انا عندي حاجة اسمها التناسبة بين الاضلاع صح؟ يلا باسم الله الرحمن الرحيم اذا شرطة كسر تساوي شرطة كسر تساوي شرطة كسر حط الاضلاع بتاعتها كمعلف زي الحصة اللي فاتت الف دال وصادها النحة التانية الف به ودال هه وصاد به جيم و الف هه وصاد الف جيم انا ما عنديش طول لا الف هه ولا الف جيم يبقى هم اللي اتنين ميلزمونيش تعالا بقى نعوض مكان كل ضلع بالطول بتاعه الف دال بثلاثة وتلاتين سنتي طب الف به ركز بقى معايا انا عندي الف دال دال تلاتة وتلاتين سنتي دال به بثلاثين سنتي معنى كده ان الف به كله على بعضه من اولو الاخره اثنين وعشرين زائل تلاتة وتلاتين يبقى خمسة وخمسين ادي عم الحاج خمسة وخمسين دال هي اللي هو باثنين سنتي ناقص ثلاثة على به جيم اللي هو بثلاثة سنت زائد واحد معادلة تعرف تحلها اه اعرف احلها لما تلاقي عندي معادلة على هيئة كسر بيساوي كسر على طول وانا مغمض هعمل مقص وهبدأ اضرب بقى تلاتة وتلاتين في تلاتة سين يبقى بتسعة وتسعين سين زائد واحد في تلاتة تلاتين بتلاتة وتلاتين بيساوي خمسة وخمسين في اتنين سين بمية وعشرة سين ناقص تلاتة في خمسة وخمسين بمية خمسة وستين دلوقتي بقى الرجالة مع الرجالة والحريم مع الحريم يعني اللي فيها سين احطها جنب اختها اللي فيها سين واللي ما فيهاش سين هواديها النحط تانية بعكس الاشارة هتبقى تسعة وتسعين سين ناقص مية وعشرة سين بيساوي سالب مية خمسة وستين سالب تلاتة وتلاتين والكلام ده اللي هو بيساوي سالب حداشر سين بيساوي سالب مية تمانية وتسعين وسالب هيتير مع السالب وهقسم هنا على 11 وهنا على 11 يعني السين هتساوي 18 ويبقى أنا كده خلاص جبت قيمة السين وكده بقى أنا قلصت السؤال ده خش على البعض في السؤال ده بيقولك ايه المسلس ألف به جيم عندك دال تنتمي لألف به رسم دال هه بيوازي به جيم ويقطع ألف جيم فيه ورسم ألف سين اللي هو الضلع ده يقطع دال هه في سين ويقطع به جيم فيه صاد لحد الوقت ما تدنيش اي معلومة مفيدة غير ان دال هه بيوازي به جيم وزي ما قلنا اول ما تلاقي عندك توازي في المسلس اعرف ان انت عندك تشابه بس هو طالب منك هنا بقى ايه اذكر سلاسة ازواج من المسلسات المتشابهة اقيا السلام هو فيه ابسط واسهل من كده رقم واحد المسلس ألف دال سين اللي هو المسلس ده بيشابه المسلس ألف به صاد اللي هو المسلس ده رقم اتنين المسلس ألف سين هه يشابه المسلس ألف صاد جيم اللي هو المسلس ده رقم تلاتة المسلس ألف دال هه يشابه المسلس ألف به جيم اللي هو المسلسين دول تعال نكتب الكلمتين اللوزاز دول مع بعض هذه البرهات بما أن هتكتب الدلعين المتوازيين بعد كده المثلسين المرتشابهين بما أن داله ملو يوازي به جيم يبقى إذن المثلس ألف داله يشابه المثلس ألف به جيم بما أن دال سين يوازي به صاد يبقى إذن المثلس ألف دال سين يبقى إذن المثلس ألف دال سين يشابه المثلس ألف به صاد بعد كده بما أن سينه يوازي صاد جيم يبقى إذن المثلس ألف سين يشابه المثلس ألف صاد جيم وكده يبقى أنا جبت ثلاث أزواج من المثلسات المتشابهة عاوز بقى يثبت إيه تاني عاوز يثبت أن دال سين على به صاد بيساوي سينه على صاد جيم بيساوي داله على به جيم هتلاحظ أن الحاجات ديت أقدر أجيبها من التناسب بتاع الثلاث مسلسات فأبسط حاجة ممكن أعملها أن أنا أكتب التناسب بتاع الثلاث مسلسات يعني إيه الكلام دوت مثلا في المثلسين الأولانين دول ممكن أعمل سهم كده وأقول كده شرط تكسر تساوي شرط تكسر تساوي شرط تكسر وكتبقى الأضلاع المتنظرة ألف دال على ألف به داله على به جيم ألف ه على ألف جيم والمثلسين الثانيين هعمل فيهم نفس الكلام بالشكل ده كده ألف دال على ألف به دال سين على به صاد وألف سين على ألف صاد وأعمل نفس الكلام هنا برضه ألف سين على ألف صاد سينه على صاد جيم وألف ه على ألف جيم ممكن أخذ دي كده نمرة واحد ودي نمرة اثنين ودي نمرة تلاتة وبعد كده أقول من واحد واتنين وتلاتة ينتج أن دال سين على به صاد بيوساوي سينه على صاد جيم بيوساوي دال ه على به جيم وكده يبقى أنا خلصت السؤال ده نتيجة اثنين على المسلمة اللي تعتبر الحالة الأولى من حالات تشابه المسلسين بتقول إيه؟ إذا رسم من رأس القائمة في المسلس القائم الزاوية عمود على الوطر انقسم المسلس إلى مسلسين متشابهين وكل منهما يشابه المسلس الأصلي آدي مسلس قائم الزاوية اللي هو ألف به جيم قائم في زاوية ألف حلو الكلام؟ رسمت عمود من زاوية ألف القائمة على الوطر به جيم اسمه ألف دال اللي هو العمود ده يحصل بقى إيه؟ تقول كده بما أن المسلس ألف به جيم قائم في ألف وألف دال ماله عمودي على به جيم أو كتبت المسلس القائم وكتبت العمود إذن المسلس ألف به دال اللي هو المسلس ده يشابه المسلس جيم ألف ده الله طب أنت ليه عملت الترتيب دوت كده يا مستر؟ أنا عاوز أقول أن المسلس ده بيشابه المسلس ده بس هلاحظ أن زاوية به ألف دال اللي هي دهيت بتساوي زاوية جيم اللي هي دهيت وعشان كده حطيت مكان الألف هنا النحة الثانية جيم ومكان البه حطيت ألف والدال أصاد الدال اللي هي تعتبر الزاوية القائمة بس مش كده وبس ده أنت عندك كمان المسلس ألف به دال نفس المسلس بيشابه المسلس الكبير اللي اسمه بقى إيه؟ أنا عاوز أحط الرؤوس المتساوية أصاد بعضها عشان لما أعمل التناسب أعمله مظبوط في المسلس دوت الزاوية القائمة هي دال ولكن في المسلس الكبير الزاوية القائمة هي ألف فحط الألف في الآخر في المسلس الصغير هتلاقي أن دال به هو الضلع القصير ونفس الكلام برضو هنا ألف به هو الضلع القصير يعني البه أصاد البه وأكيد هنا هيكون الجيم ومش كده وبس المسلس اللي هو ألف دال جيم هيوشابه المسلس الكبير اللي هو دال اللي هو به ألف جيم يبقى خلاصة الموضوع لما يبقى عندك مسلس خائم وعمود نزل من الزاوية القائمة على الوطر إيه اللي يحصل؟ هيطلع عندك مسلسين متشابهين اللي هم المسلسين الصغيرين دول وكل واحد منهم بيشابه المسلس الكبير اللي هو المسلس الأصلي وقبل ما ندخل على المثال على النتيجة ديت حابب أقولك أن التناسب اللي بينتج من التشابهات دهيات أقدر أثبت بي نظرية إقليدس اللي احنا أخدناها في تانية عدالية الترمي التانية الله تم تيجي نشوفي إزاي يالله بين في المثال ده مثلا بيقولك في الشكل المقابل ألف به جيم ده مسلس قائم في به ونازل منه عمود اللي هو به ده العمودي على ألف جيم ألف ده البربعة ونص ده الجيم بتمانية سنطي وعندك سين وعندك صاد عاوز يحسب قيمتهم من خلال التشابه هقدر أثبت نظرية إقليدس إزاي هقول كده بما أن المثالس ألف به جيم قائم في به و به ده العمودي على ألف جيم كتبت المثالس وكتبت العمود إذن المثالس ألف ده به بيشابه المثالس به ده الجيم اللي هم المثالسين الصغيرين يبقى إذن شرطة كسر بتساوي شرطة كسر الضلع دال به اللي قصده النحية التانية دال جيم بيساوي الضلع ألف دال وصده النحية التانية به دال لما أجي أعمل مقص بالشكل ده كده هتلاقي إن دال به تربيع بيساوي دال جيم في ألف دال ودي تعتبر واحدة من قوانين نظرية إقليدس اللي كانت بتقول إيه؟ بتقول إن مربع العمود ده هوت بيساوي حصل ضرب الضلع ده في الضلع ده أهيا معل من خلال التناسب اللي طلع من التشابه تعالا بقى نعوض ونحسب قيمة سين أو قيمة صاد لإن دال به بصاد ناقص التلاتة آدي التربيعي عم الحج بيساوي دال جيم بتمانية في ألف دال باربعة ونص هاخد هنا الجزر التربيعي وهنا هاخد كمان الجزر التربيعي هيتفضل هنا الصاد ناقص التلاتة بتساوي ستة واحد يجي يقول لي يا مستر أنت هنا عندك معادلة أخدت فيها جزرين تربيعيين مش أنت قلت لي قبل كده في المعادلة بأخد جزرين وإشارتين هقول لك كلامك صح بس أنا هنا بحسب أطوال بحسب طول أضلاع وما فيش حاجة اسمها طول بالسالب وعشان كده ما ينفعش أخد السالب ما يتبقى ليش غير هو المجبس فهمت ولا فهمتش؟ فهمت ان شاء الله هوادي بقى ثلاثة ناقص التشارة يبقى الصاد هتساوي تسعة يبقى أنا كده جبت قيمة الصاد نفس الكلام برضو هعمله عشان خاطر أحسب السين فاروح أقيل كده إذن المثلث هقول بقى إن المثلث به دال جيم بيشابه المثلث اللي هو الكبير بقى اللي برا اللي اسمه ألف به جيم ومن خلال التشابه هقدر أثبت إن الضلع به جيم اللي صده النحة التانية الضلع ألف جيم والضلع دال جيم اللي صده النحة التانية برضو الضلع به جيم ولما أعمل مقصة هتلاقي إن الضلع به جيم تربيع بيساوي ألف جيم في دال جيم ودي برضو تعتبر قانون من قوانين نظرية إقليدس واللي هو كان بيقول جماعة إن مربع ضلع بتاع القايمة بيساوي حصل ضرب الضلع دا كده في الضلع دا كده كبري زاير وكبري كبير الله طب يا مستر هو أنا هحفظ الكلام ده كله إزاي أنا عاوز أقول لك لو أنت فاكر كويس نظرية إقليدس لأنها كانت تفهة وسهلة جدا هتقدر بكل بساطة تستنتج على طول التناسب وتقدر تعمل القوانين بتاعتك براحتك هسيب لك إن شاء الله لينك درس نظرية إقليدس في علامة الآي اللي تظهر لك على الشاشة دلوقتي هبدأ بقى أن أنا أعوض وحسب قيمة السين فأقول كده تلاتة سين زائد أربعة بتساوي جزر ألف جيم اللي هو بإتناشر ونصف في دال جيم اللي هو بتمانية هتلاقي إن التلاتة سين زائد أربعة بتساوي عشرة هودى اللي بقى ناحية تاني بعكس الإشارة يعني تلاتة سين بتساوي ستة يبقى السين بتساوي اتنين وأنا كده جبت قيمة الصاد وجبت قيمة السين وخلصت السؤال ده خش على البعض يا سلام أخيراً خلصنا الحالة الأولى ودخلنا على الحالة التانية ده إيه العز اللي إحنا فيه ده باسم الله الرحمن الرحيم الحالة التانية بتقولك إذا تناسبت أطوال الأضلاع المناظرة أو المتناظرة في مسلسين فإنهما متشابهان يعني الأضلاع كلها تكون متناسبة والكلام ده كلام تافه جداً وخذنا الحصة اللي فاتت ودينا بنعيده تاني فنخش على مسالة على طول وبيقولك في الشكل المقابل لو هو الشكل ده عاوز يثبت إن المسلس ألف به جيم اللي تحت بيو شابه المسلس هه به ده اللي فوق وعندك أطوال الأضلاع كلها يا معلم يا سلام هبدأ أقسم كل ضلع على الضلع اللي أصاده وهيطلع لي في الآخر نفس النسبة فخش على طول كده معي يا الله على البرهان هبدأ أقسم الضلع ألف به على الضلع هه به هو أدام كتبلك في السؤال المسلسين يبقوا أكيد منتبهم وبرضو بص على الشكلين وتأكد عشان خطة تبقى متطمن الكلام ده بيوساوي شرطة كسر ألف به بتمانية على هه به بستة يعني بيوساوي أربعة على التلاتة طيب تعالا بقى نقسم الضلع بهجيم على الضلع بهدال بيوساوي شرطة كسر بهجيم باثناشر زائد أربعة يعني بستاشر على بهدال اللي هو باثناشر لما نقسم على الأربعة هيوساوي أربعة على التلاتة طيب تعالا بقى نقسم الضلع اللي هو ألف جيم على الضلع اللي هو هه دال هيوساوي ألف جيم باثناشر على هه دال اللي هو بتسعة هقسم على التلاتة يبقى أربعة على التلاتة الله أربعة على التلاتة واربعة على التلاتة واربعة على التلاتة ده نفس النسبة ده معنى كده أن الأضلع كلها متناسبة فاروح قيل كده إذن ألف به على هه به بيوساوي بهجيم على بهدال بيوساوي ألف جيم على هه دال بيوساوي أربعة على التلاتة يبقى إذن المثلث ألف بهجيم بيشابه المثلث هه بهدال وكده يبقى أنا خلصت المطلوب الأولاني على فكرة دوت ما يفرقش أي حاجة عن مسال التشابه بتاع المضلعات بتاع الدرس الأولاني المطلوب الثاني بقى بيقولك إثبت إن بهدال ينصف زاوية ألف بهه كل اللي أنا عاوز أثبته إن الزاوية دي قد الزاوية دي وعلى طول يبقى بهدال منصف والكلام دوت أنا أقدر أثبته منين؟ من التشابه ما أنا عندي المثلثين متشابهين يبقى على طول أول كده إذن قياس زاوية ألف بهجيم بتساوي قياس زاوية هه بهدال وبالتالي بهدال ينصف زاوية ألف بهه وكده تبقى خلصانة بيشياجة خش على اللي بعد الحالة التالتة من حالات التشابه على طول كده ننجز الحالة التانية سهلة ومش مستهلة بيقولك إيبقى نظرية تنين لأن الحالة التانية كانت نظرية واحد إحنا عندنا في الدرس ده مسلمة عليها نتيجتين وعندنا نظريتين ديت هي النظرية التانية بتقولك إيه؟ إذا تطابقت زاوية من مسلث زاوية من مسلث آخر وتناسبت أطوال الأضلاع التي تحتويها هاتين الزاويتين كان المثلثين متشابهين تعالى مثلا نبص على المثلثين دول هتلاحظ رقم واحد قياس زاوية ألف بيساوي قياس زاوية سين بيساوي أربعين درجة رقم اتنين الضلعين بتوع الزاويتين دول يعني قدي زاوية ألف الضلعين بتوعها ألف به وألف جيم وزاوية سين الضلعين بتوعها سين صاد وسين عين لما جي أقسم بقى الأضلع ديت على بعضها يعني ألف به على سين صاد هيوساوي أربعة على الستة اللي هي بتساوي اتنين على التلاتة ولما أقسم ألف جيم على سين عين هيوساوي اتنين على التلاتة يعني هما اللي اتنين بيساوي نفس النسبة يبقى إذن المثلث ألف به جيم بيشابه المثلث سين صاد عين يعني يا مصر الحالة التالتة أنا مش محتاج فيها أن أنا أثبت أن الثلاث أضلع متناسبة لا مش محتاج محتاج ضلعين اتنين بس والزاوية اللي في النص تكون متساوية في المثلثين يبقى تناسب ضلعين مع تساوي زاوية واحدة بس تعالي ناخد مثال ونشوف الموضوع بتاع الكلام ده بيقولك مثلا هنا في الشكل المقابل المثلث ألف به جيم الكبير دوت فيه ألف به بستة سنطي وعندك ألف دال بتلاتة وبه دال بتلاتة به به باتنين وبه جيم كله بتسعة سنطي عاوز يثبت أن المثلث دال به يشابه المثلث جيم به ألف مضوع سهل جدا البرهان بما أن المثلث دال به ه والمثلث جيم به ألف فيهما زاوية به مشتركة وكمان هحاول بقى أن أجيب التناسب بتاع الضلعين بتوع الزاوية دي قادي زاوية به الزاوية موجودة في المثلثين بقى أنا كده عندي زاوية وعندي الأطوال بتاع الضلعين بتوع الزاوية ديات في المثلثين تعال بقى نجيب التناسب بتاع الضلعين دول فقول كده و احاول بقى ان انا جيب التناسب اول ضلع من اضلاع الزاوية في المثلث الصغير اللي هو بهدال نحية التانية هتلاقي بهجيم وكمان الضلع مين بهه على الضلع بهالف بيوساوي بهدال بتلاتة على بهجيم بتزعة هيوساوي واحد على التلاتة طيب بهه باتنين على بهالف بستة برضه هيوساوي واحد على التلاتة يعني بيوساوي نفس النسبة يبقى اذا المثلث دال بهه بيشابه المثلث جيم بهالف متى يقلي مفيش اي حاجة صعبة خالص في مسائل الدرس دوت وكمان بما ان نص الامتحان بالنسبة للتربية والتعليم بيكون عبارة عن مسائل اختياري فحابب اطمنك وقولك ان مسائل اختر الجوة صحيحة في الها النسب بتكون سهلة جدا مباشرة وتقدر تحلها بكل بسرعة وكل بساطة وباذن الله هيكون لنا حسة مراجعة كلها عبارة عن مسائل اختر الجابة الصحيحة مجرد من خلص الوحدة باذن الله وكمان عشان خاطر ما نظلمش الجزء المقالي هيكون في حسة مراجعة كمان غير حسة مراجعة بتاعت الاسئلة اللي اختياري هتكون المراجعة التانية عبارة عن مقالي بس عشان خاطر نبقى احنا وفينا الجزء الموضوعي والجزء المقالي وكمان نكون وفينا برضو حبابنا بتاع والأزهر حقهم في المراجعة على الجزء المقالي وكده بقى نكون خلصنا حساتنا النهاردة اتمنى كانت درس خفيف لذيذ لطيف علينا جميعا بإذن الله لو انت فهمت اي حاجة النهاردة ياريت ترد جميل باللايك الجميل وكيد تشاهد في القناة عشان خاطر تتابعة دروسه في الختام سبحانه كان لدينا معلمتنا انك انت العليم الحكيم سلام عليكم